بسم الله والسلام على رسول الله اعزائي والطلاب براحة بكم فيديو جديد نستكمل في سلسالة حلقتنا في حال الكتب الخارجية وصلنا مع بعض للدرس الرابع في التكاثر في الكائنة الحية نيجي مع بعض الاسئلة الموضعية او الاختياري جاي بقول اختر الاجابة الصحيحة اكبر بوايدات حجما هي بوايدات انثى انثى ايوة كتب الراحة ناخد بالنا من حاجة ان احنا عندنا اتفاقنا ان البوايدات تختلف من كان الاخر على حسب نسبة المح او الثيتوبلازمن الموجود فيها او الغذاء المضاخن اتفاقنا ان اكبر البوايدات دائما بيكون للطيور واكبرهم بيكون النعام يعني عندنا ان عامة بيكون اكبر البيض فبالتالي بيكون اكبر البوايدات هي لان نسبة المح الموجود فيها بيكون نسبته كبيرة جدا طيب انما لو جينا للثاديات نلاقي البوايدات بتاعتها صغيرة فلاذا بتلجأ لي الحمل ان عندها ماشيمة بتحتفظ بالجنيم بداخلها تمام لان عندنا كمية المح اللي بيوجود في البيض لا يكفي حتى اتمام النمو تسع شهور احنا طيب البوايدات بتاعت امهاتنا كاتل دي كده ده حبة السمسم لكن لما نجي مثلا عندي لها بالنسبة لأي طائر لا هيبقى البيضة بتاعتها بالنسبة اكبر طيب تعالوا بيضة مع بعض يا شباب واحدة واحدة اكبر بوايدات حجمان هي بوايدات عصفور ده طائر حوت وفيل وانسان دود ثادية اه يبقى انا هاخد الطائر معين ليه؟ ما احنا انتفقنا ان نسبة الطيور عندنا بيكون بوايدات بتاعتها اكبر حجمان تمام؟ طيب يليها مثلا لو احنا شفنا هنلاقي مثلا البيض بتاع البر مائيات الضفضع تمام؟ اه اه في الزواحف برضو البيض بتاع زي بيض الطيور الزواحف البيض بتاع لا بيضة طيور تمام؟ فلو عندي زواحف وطيور اه اختار الطيور الاول انو الطيور بيكون بيضا اكبر شوية الزواحف تحتمين هل لكن لو جبتلي لكن لباسة لندينسور لو هو قدج ادي انياتها الكغربية اكبر نجي مع بعض عندنا بالنسبة لي رقم اتنين اكبر بويضات حجما هي بويضات انثى انثى مين تمساح وفار وفيل وارنب طبعا المجموعة اللي في الاخذ ده كلها ثديات تمام هلاقي تمساح عندنا من الزواحف حنا لسه متفعين ان الزواحف برضو ببيض تمساح ما بيقولتش يا شباب تمساح بيبيض بيفهر في الرمال حطب بيبطع في البرملة ويغطي بالطراب ويسيبه مع نفسه ويفقس ويطلع منه التمساح الزغير طيب نجي عندنا اصغر البويضات حجما يبقى عندنا جاب لطير لا استبعتوه في ثاديات وفي زواحف وفي برمائيات طبعا هناخد مين هناخد الفار ليه مما الفار ثاديات هيبقى حامل تمام لكن الدفضة هيرمى البيضة برا جسمه في قلب المية والتمساح برضو هيرمى البيضة برا تمام فقال بالرمال الحمام هترمى البيضة عندنا في قلب العش بتاعها فدول كلهم لازم يكون في النسبة موح فلازم يكون عند الحجم بتاعهم اكبر من الفار اللي هيبقى حامل نجي الرقم 4 البويضات اللي تحتمى على كمية شحيحة من المح نجدوها في الحيونات طبعا هتكون عندنا الحيونات اللي هي الثاديية تمام طيب عزت حال نشوف كده ينتج من اخصاب خارجي جانينها جاي من اخصاب خارجي يعني بنتكلم عن الضفضة احنا عايزين شحيحة المح ماشي هو البرمائيات عندنا والاسماك هي الاخصابة خارجي لا كمية المح يبعتبر فيها كبيرة بالنسبة للحاجة يتطور خير الجسم الام برضو هندنا لا تصلوا يتطور داخل جسم الام ماشي يتطور بتركية التكاثر والعوزة لا يبقى عندنا يتطور اللي هو داخل جسم الام اللي هو الحملية طيب نجي مع بعض عندنا بالنسبة للرقم 5 تاخر الانجاب عند احد الزوجين وعند فحص السالم منوي اتضح سلامته واكتشف في وقت ان لاحق بطء حركة الحيونات المنوية في المهبل الانثى اي من الغدر التالية نقص افراز هيسبب هذه المشكلة طيب احنا دلوقتي بطء حركة الحيونات المنوية هو عند فحصه اكتشف سلامته العيونات المنوية المنوية لن يوجدates Bj20 الثامJO اللي موجود في قلب الحيونات المنوية فالسائل الموجود في القلب الحيوانات المنوية هو ده يسهل حركتها فالتالحيوانات منوية حركتها بتقطيئة ده يكون بسبب البروستata ولا الحويصالات منوية ولا المبيض طبعا المبيض نجد ع وخلص. احنا نتكلم دلوقتي عن السائل. طيب لقلنا ايباية منوية ايباية منوية مهمية تتصنع حيوانات منوية. ملهاش تقور في المغضور. اتبقى عندي البروستاتا والبقى عندي الحوائي سلطان المنوية تاني. طبعا السائل الاساسي عندنا هو الحوائي سلطان المنوية تاني. تب ليه ما قلناش البروستاتا? البروستاتا عندنا بتفسر السائل قلوي لمعادلة الحمودة في مجرى البول. ثاني مجرى البول او الانبوب اللي بيخرج منه الحيوانات المنوية هو البول تمام بيفرز فيه السائل ملحي اللي هو البول بتاعنا وبيكون حامضي فلما يفرز عليه السائل القلوي من بروستاتا يبقى كده انا عدلت الحموضة لغيط الحموضة اللي موجودة فالحلقة دي تخرج الحيوانات المنوية ولا يموت منها احد تمام فيبقى السائل الاساسي هو الحواية الصلاة نجي مع بعض بالنسبة الرقم 6 بقول لي عند ربط الوعاء انه كلين عند احد الذكور يحدث كل مما يقتي معده طيب عشان نفهم الجزئية دي يا شباب لازم نشوف الصورة من تاني بالنسبة له الخصيطين والوعيين النقلين الموجودين فهو جاي بقول للوقت هذا الخصيطين الموجودين عندنا هم هذا خصية هنعتبر ان ده الجنب الايصر عندنا فده خصية الجنب الايصر ده البربخ اللي يبعد بالنعلى طول متصل في الخصية وهي بدأ عندي يمر للوعيين النقل والوعيين النقل هي خش على الحواية الصلاة المنوية اللي بتخزن الحيوانات المنوية عنده من مدة شهر لشهرين وبعد كده تفتح حندي في مجرد البولة عشان تطلع الحيوانات المنوية خرج الجسم طيب ولي ايه اللي يحصل لو احنا ربطنا الوعيين النقل جينا عن الوعيين النقل ده من هنا وربطناه ده بيبقى اسهل جزء اللي هو المنطق الهنا وريوم العضو الزكري بيبقى الجرح بسيط على عكس ان انا مسلا ما افتح حندي في البطن عشان نوصل الوعيين النقل فالافضل ان احنا بيقى من عند الخصي من هنا وربطناه من المكان ده طيب انا لو ربطت الوعيين النقل ده شباب يترى ايه من الاحتمالات اللي هو بيقوله دلوقتي ايه اللي ممكن يحصل عندي نحلو كده نشوف مع بعض هل ممكن يحدث عكم؟ صح فعلا يحدث عكم تمام طيب لا تغدر الحيوانات المنوية الخاصيطين الحيوانات المنوية عند الموجودة في البلخصيطين هل هتغدر ولا لأ؟ فعلا عندنا الحيوانات المنوية هتبقى محبوسة عند الفيال الخاصيطين وفي البربخ وبالتلاليه اللي ما تقدرش تخرج عندي طيب يصبح السائل المنوي خالية من الحيوانات المنوية اختفاء الصفات الجنسية الذكريية طيب ناخد بالنا من حاجة يا شباب ان في عندنا هنا انا لاحظت حاجة اللي هي مين؟ اللي هي السائل المنوي السائل المنوي مفيش حاجة معذكورة عنه فقبل الكتاب صيب المنوي مسكور 레اف br continentaliketام مياش موجودة لكن احنا عندنا في المصدر الخارجي اللي انا بعتمد عليه تمام اللي هو جايب بيجي منه جزء في بنك المعرفة او المصادر بتاعتهم واحدة في بنك المعرفة الماني ليه تعريف والسائل المانوي ده حاجة تانية اذا الماني الماني اللي هو السائل اللي بخرج من الرجل تمام طيب عبارة عن ايه عبارة عن عندي حيوانات منوية ودي اللي جامل خصية والسائل المانوي ده اللي بيطلع عندي من الغدد ماشي الملحقة بالجهاز التناسولي اكثر من العلوم كمداع مما و انها توجد السائل الممنوي لكن الشيء علينا من حيوانات المنوي يجب أن أفرق интересно وبعد أن أيضة ميحورة ساءل المهور من الحيوانات المناوية. تمام؟ ده نعم Опر نعم اختفاء الصفات الجنسية عندنا الذاكريا الثانوية اختفاء الصفات. هل تختف الصفات الذاكريا اللي موجودة عندنا؟ لن تختفئ الاشى. الاخريات الشغلين ما يعرفوش. ولهمش دعوة. هم بيصننها الحيوانات المناوية لكن خروج الحيوانات المناوية عندهم الخاصة ده ذا لفه المشكلة. تمام؟ فالصفات الجنسية عند החريات من الجنسية لن تختفئ. melon كتابت ده يا شببه انلاقيه بيحدث عندنا العقم يحدث الحيوانات المنوية مش هتقدر لعدل الخصيطين البربخ مالحق بالخصيطين مفيش مشكلة فيه يصبح السأل المنوى خالية من الحيوانات المنوية عرفنا انه وكده أصلا السأل الم 퍼ومي مفيشوجه حيوانات منوية اختفاء الصفات الجنسية بيه الدكس صفات لن تحدث وانها basic تمام يبقى اختفاء الصفات الجنسية هي دى الوحيد عندي لن تحدث كل ده ممكن يحدثون بس هو عندنا اللي انا شفته هنا في السؤال ده ان هم معتبر السائل مانا واللي هو الماني رغم ان عدم موجود اي حاجة ليه في قلب الكتاب عندنا تمام فنجتي فيها خطأ في الصياغة لكن الاجابة اللي تصلح معنا اللي هي دي طيب نجي عندنا ازا حدث عايب خلقي ادى الى عدم تكون البربخ خارج خاصة الرجل فاي الاحداث التالية اكثر توقعا تاني كده البربخ خارج خاصة الرجل غير متكونة طيب تعالوا جدا نرجع للرسمة بتاعتنا فين البربخ ادى البربخ بتاعنا اللي هو ده الخصية عندنا مهمتها بتصنيع الحيوانات المنوية لكن قبل كده في الشرح يا شباب اقولتلكم ان انا عندي الخصية بتخرج الحيوانات المنوية عندي غير مكتملة النضج بتروح على البربخ فترة من الزمن لحد ما يكتمل نضجها وبعد كده تبدأ تتنقل عندي في الوعي النقل وطرح تتخزن في الحوايسالة المنوية من ستين يوم لشهرين تمام تنتظر بداخل الحوايسالة المنوية حتى اكتمال النضج بتاعه طيب احنا كده مع بعض يا شباب هنلاحز ان البربخ ده لو مش موجود الحيوانات المنوية تطلب من الخصية ايوها تخرج من الخصية لكن هل هيكتمل نضجها لا تبقى عندي غير مكتملة النضج النضج بتاع غير مكتمل تمام فهده هتروح بعد كده عندنا عن الوعي النقل غير مكتملة هتمصل للحوايسالة المنوية ممكن تكتمل هناك ممكن لا معنا حسب تمام الجزئة دي مش واضحة اصلا عندنا في المنهاج فهو جايب بيقول لي عدم تكون السائل المنوي السائل المنوي السائل المنوي لان احنا انتفقنا عليه دلوقتي ان انا اللي لم لحظه في الاسئلة بتاعت الكتاب ده كلمة سائل المنوي اللي هو بيصب بالمني تمام طيب يعني ما فيش سائل المنوي هيتكون هنلاقي فعلا السائل المنوي بتاعنا ما فيش حيوانات منوية لا في حيوانات منوية هتتكون تمام ما فيش السائل لو انا بفترض ان السائل ما اللي هو السائل اللي بفرز من غضب الملحقة لأ هيفرز عندنا من الحيوانات المنوية هتفرز وعادي ما فيش مشكلة طيب تكون السائل المنو بلا حيوانات منوية لا الحيوانات المنوية بتتكون عندي بس ايه هتبقى فيها مشكلة في النطج بتاعها ضمور الخصيطين لعدم كدرتيمة على العمل الخصيطين شغالين ما لهمش اي مشكلة المشكلة عندنا بعد الخصيطين طيب تقل اعداد الحيوانات المنوية الحيوانات المنوية برضو ملاشضا يبقى احنا لاحزنا اخر اتنين ضمر الخسطين العثواطين مش هتضمر ولا احد أداد الحيوانات منوية لان البربخ عندانا وزفته بس استكمال نظرته. في اخر عباراتون ميمشوش معاي عدم تكون السائل المنوي لا السائل المنوي انه هنتكون من الغضط الملحقة. والوان فترت على Keylamを بتصنعها في الخسطين فبرضو هيتكون. تكون السائل المنوي بلا حيوانات لأ. اسمال له يا شباب فيها مشكل. البدائل اللي موجود عندي لا تصلح تمام مع السؤال ده لكن لو قال لي مثلا تصبر حيانات المنوية غير مكتملة الندق اه يبقى انا اختار الجزئية دي تمام كده يا شباب؟ ده بالنسبة لي لو عندكم اي اضاحة او تفسير لها تاني غير اللي انا فسرته انا اتمنى اشوف ده في التحلقات ان شاء الله طيب نجي الرقم تمانية كم عدد الغدد التنسلية الملحكة في الذكر غدد التنسلية الملحكة هو كاتب لي اربع غدد قنوية اربع غدد صماء خمس غدد قنوية خمس غدد صماء يا ترى مين هي الشباب؟ انت شايفين ايه؟ معاشي؟ احنا عندنا بوستاتا وكوبر ويه؟ الحوالسال المنوية هم دول الغدد اللي موجود عندي تمام؟ طيب فكوبر موجود منه اتنين الحوالسال المنوية يعني في مهيش موجود عندنا في المنهج بس بعض الكتب بتقول ان في منها اتنين تمام؟ احنا عندنا دولوقتي بالنسبة لي المذكر ويبقى عندناى حتى فيه التشريح بتاعه ويجيب لنا الحوالسال المنوية نصطلح بتاعها دايما بقول كلمة من حويسال المنوية حويسالة حويسالة تمام؟ لكن لا يتذكرها بصورة زوجية يعني دايما ما بيتجيش عند بصورة زوجية النطقة muita دايما بيكلموا بها فيصورة فردية تمام؟ لكن هم يكون عندنا اتنين يبقى اتنين حويسالة واتنين عندنا كوبر ثانية تمام اده عندنا كوبر بيكون عندنا اثنين البروستاتة بيكون عندنا واحدة كبيرة والحويصة المنوية عندنا ايضا نقل ده جايب لنا واحدة هنا وفي واحدة برضه في الجنب التاني تمام ده الخاصة الاخرى فبقى انا عندنا حويصة المنوية ثانية واثنين كوبر و البروستاتة طيب خمسة خمس غدد صماء ولا قنوية لأ اما بيفرز وسائل اه يبقى قنوية ايا اكتر خمسة نقل مع بعض عندنا بالنسبة لي رقم 9 اذا اي العبارات التالية صحيحة بالنسبة لمكان وجود الحويصة المانوية ثانية واثنين كوبروستاتة ماشي قال حويصة المانوية ثانية لا يفتحه في الوعاء النقل لا هو بكلم صحيح قال في حويصة المانوية ثانية في مجرى البيتن في مجرى البول الحويصة المانوية ثانية الصغار فعلا في الوعيان النقل الالبول واحد تفتحان الوضوعون في المياه لنقل الجلوس الحوال الثلاثان المانوية تفتحان فين? ثم نرى الرسمة مثال هذا الحوال الثلاثان المانوية المسكة انفسها في هذا جنب وعي النقل تصل على الحويصلة الحوىصلة انفسها في هذا المكان فتماما لديك اوليك صغير وعي النقل ان اتصالها الأمر بمجرى البول وبالتبع البول الحوىصلة المنوية تتصب على النقل من جانب ووعي النقل من جانب آخر الحوىصلة المنوية تنغد برساسة نفتحان في الوعاء النقل. الحويصات المانوياتين. وغض البرصاتة يفتحوا في قناة مجرى البول. طيب قضي البرصاتة كده هنشطبها عشان وعاء النقل لانه ما فيش يتصل بنا. الحويصات المانويات غض البرصاتة يفتحوا مجرى البول. مشي. تمشي معايا الاثنين. الحويصات المنوياتين تفتحان في الوعاء الردار الإقارية عند البروستات بالف تفتح في مجرى بناء الحموية المنويات أفتحان في مجرر البول هنا ان تكلم عن الحموية الحموية من الساتن وغودة بروسات تفتحه في قناة مجرى البول دي تمشي معايا عندنا هنا مجرى البول اهو تمام المفروض عندنا الوعاية الناقل للحويصالة هبتفتح حاند بقونبول لحد ما توصل لمجرى البول هدي تمشي معايا حالو طيب نيجي عندنا بالنسبة لي التانية الحويصات المنوية تفتحان في الوعاية الناقلان ماشي من جانب بينما البرساتة دي الاتنين دول يمشوا معايا يا شبه دي ودي دي يمشي نحو تانية جزء phrase الحويصالتين منويتين وغودة بروسات يفتحه في قناة مجرى البول ازاي عند الحويصال هتقاط لعامةٍ مناوية هنا في الانبوب ده لازم يكون متصل عند ما جيت مجرى البول وهو في اتصال ما بين الحويصال ومجر هذه بتفتح فيهه وفي نفس الوقت في الوقت في توصل معي في الوعاية الناقلة فييلاقي العبارة الاولية تمام ان الحويصالت المانوية بتفتح في مجرى البول صح التفتح عن مجرى البول ربد كون في الوعاية ناقلة صح صح. ماشي? بس الفتحة جايلها من الوعية الناقل عليه. فبالحالتين اللي اتنين صح. البروسات راح في مجرد بول. البروسات راح في مجرد بول هلقي اللي اتنين عنده صح يا شباب. بقى وجه بتمشي معي. نجي مع بعض بالنسبة رقم عشرة بقول لي ما واجه الشباب بين خلايا سرطولي والخلايا البينية. طيب واحد من الشباب هيقول لي يا أستاذ انا مش عارف ايه الفرق من الاتنين. تعال يا سيدة جلها القطاع في الخصية. وبناء عليه نبدأ ان نشوف عندنا ايه الفرق ما بالاتنين. فين خلايا سرطولي اللي هي خلايا صغيرة دي. اكبرها لك شوية سيدي. تحال اتفرج معي. اللي هي عندنا له دلطول دي. ده خلايا سرطولي. يوم ما الفين خلايا بينية. اللي بنسمى الخلايا اللي موجودة عنده في النص ما بين الانيبيبات. تمام? طيب ممكن نسميها خلايا خلالية او خلايا بينية او خلايا لج اي اسم من التلاتة دول. تمام? نفس الاسم. طيب وزيف الخلايا دي يا شباب بتفرز عندنا هرمونات الذكورة. تسترون والاندروسترون. تمام? تفرز تسترون والاندروسترون. واضحات? بتحفيز من يعني مجرد ما يوصل لخلايا دي يا شباب بتعمل كغدد افراز هرمونية. يعني احنا ده عندنا غدد هرمونية توجد بدخل خصية. تمام? مجموعة من الخلايا مهمتها افراز الهرمون. احنا بتقول اي نعمل خصية هاي اللي بتفرز الهرمونات. لكن ده الجزء اللي داخل الخصية الخلايا اللي موجود داخل الخصية اللي بتفرز الهرمون اللي موجود معي. طيب جاي بقول لي ايه واجه الشباب ما بين سيرتولي وبين خلايا لج. تعالوا كده نشوف مع بعض. يوجدان داخل ان يبيبات المنوية انت رأيكم الاتنين داخل ان يبيبات احنا شوفنا سيرتولي في الداخل في الخارج يبقى ده اول واحدة عندنا مرفوضة. لها مدور في تغزية الحيوانات المنوية طيب ماشي انا شايف سيرتولي الحيوانة ما نواقف عندها عشان بيتغزة منها من سكر فركتور. ما ليهاش علاقة. يبقى عندنا التانية مرفوضة. كلاهيمة خلايا احدية المجموعة الصبغية. لا عيب. احنا عندنا كل الخلايا دي في صناقة المجموعة الصبغية. دي تمام? وعند سيرتولي كمان انما احدي هيبقى عندنا من اول الخلايا دي يا شباب. هنا. تمام? لان ده عندنا امهات المني اللي هتنقسم عند الانقسام الميوزي. وتبدأ تديني المراحل المختلفة من انقسام ميوزي لحد ما نوصل لطلاق علماني. وبعد كده الحيوانات المنوية. دول هيبقى عندي ان اللي هم التلات صفوف اللي في الاخر دول. تمام? طيب. فدول عندي ان انما اللي قبلته ان وسيرتولي كمان تو ان. فيبقى عندي حتة ان كلاهما احد المجموعة الصبغية دي لتصلحه. كلاهيمة خلايا افرازية. خلايا افرازية ايوة احنا عندنا بالنسبة بتفرز سائل سكري. ماشي مغزي الحيوانات المنوية. طيب بالنسبة اللي بتفرز عندي هرمونات الزكور اه يبقى عندي بالنسبة لده اللي هي اللي تصلحه يا شباب. طيب نيجي مع بعض بالنسبة لرقام حداشر. عند افراز الحويسلتين المنويتين لسائل بي سكر الجلوكوز بدلا من سكر الفرقتوز اي مما يال صحيح. طيب نيجي بقى مع بعض عندنا يا شباب ليه سكر الفرقتوز بالزياد بيفرز للحيوانات منوية ليه ما يروح لهاش جلوكوز. الفرقتوز يا شباب عارفنا قبل كده لما كنا بنتكلم عن هرمون الانسلين ان الفرقتوز دي يدخل الخلايا دون عوسيته. مش محتاج حد مش محتاج مستقبلات مش محتاج بوابات تتفتح له. على طول بيدخل معه وسطة. تمام? مش محتاج الانسلين يروح يفتح له الباب. تمام بقدر يدخل لوحدة على طول. لكن الجلوكوز محتاج. طب انا دلوقتي لو قلت الحيوان المنوى عندي هياخد جلوكوز هتقولي لازم يكون على الاخشية بتاعته مستقبلات تفتح البوابات عشان نسمح للجلوكوز بالدخول. طب ده تبقى العملية صعبة. تمام? محتاج مجهود محتاج انسلين طب ما افترض الحيوان المنواش في جسم الانسة هنجيب الانسلين من اين? تمام? كل ده هيبقى عندنا صعب. لكن ربنا خلقه تمام ان هو بيتغز على سكر الفرقتوز. فجايب يقولي تتغز الحيوانات المنوية لضرورة توافر هرمون الجلوكاجون. هو احنا عايزين هرمون الجلوكاجون عشان الجلوكوز? لا. لا تتغزى لضرورة توافر هرمون المسلين اي وعدة اللي دس احنا موضحينها. احنا عايزين مستقبلات على الحيوانات المنوية عشان نقدر تتغزى بالجلوكوز. تمام? طب جبنا عنا تمشين نشوف ده. تقوم الحيوانات المنوية بتحويل سكر الجلوكوز على فرقتوز منهاش اي مهمة خلص في الموضوع ده. اعمالية معقاد عشان تقدر تحويل من سكر لسكر. نيجي مع بعض بالنسبة رقم اتناشر. لا تصل مواد ضرورة الى الحيوانات المنوية بفضل. لا تصل مواد ضرورة الى الحيوانات المنوية بفضل. تمام? طيب تعالوا نشوف مع بعض بالنسبة للجزئية ديت. الخلايا الجرسمية الامية. خلايا سرتولي. الخلايا البينية. الحواية السلطانية المنوية. طيب السؤال ده يا شباب جايبا برا الملك. ما هوش موجود عندنا فقل بالكتاب. لو دورت عليه فقل بالكتاب ما هوش موجود. لكن موجود فقل بالكتاب اللي انا بقول لكم عليه. ليه? لان كان موجود عندنا فاكرة عن خلايا سرتولي. اقرأ كده. خلايا سرتولي وظائف مهمة. كالحماية والتغذية ونقل الرسالة الكيميائية اي الهرمونات. يعني خلايا سرتولي كمان بتفرز هرمونات ايه. ولها دور في الحماية والتغذية. ولها كمان دور في المناع. ماشي كده. يعني بتحمي وتغذي الحماية المناوية. وبتنقل كمان الهرمونات. تمام? وفي نفس الوقت معانا اللي هتدور في المناع. بس دي مش موجودة. فقل بالمناع خلص. تمام? غير مسكورة فقل بالمناع. فانيجي عندنا بالنسبة دي الجزئية داتي. فيبقى عندنا. الخلايا جرسومية الاممية ملاش دور. الخلايا البينية بتفرز هرمونات بس. تمام? حواية سلطان المناوية تهمة فيش. فاحنا عايزين نحمل حيان المناوي. تمام? يبقى خلايا سرتولة هي اللي بتغزيه. هي بتغزيه بمين? بتغزيه بس سكري. بتدي له سكر. اه فتمشي عندنا خلايا سرتولة. فقط هي الوحيدة اللي تمشي معنا. طيب نيجي عندنا بالنسبة ليه الشكل التالي. طبعا قطع في الخصة واللي سيشايفينه مع بعض في الصور. اي العبارات الاتية صحيحة. التركيب سين بيشوارلي على مين? بيشوارلي على الانيبي ونفسها تمام. جميل خلايا اللي تتجى في تركيب سين سنائة المجمع الصبغية لا احنا انت فان اول صف بس اللي هو ثنائي فين دا يا عمي? تعال اشوف الصورة يا سيتي. اه محطا دايق نفسك ليه? اللي ايه? امهات المني. تمام? اللي صف الاولان خالص. امهات المني. ده عندنا الخلايا دي هي اللي بيكون توان. لكن ما بعدها بيكون عندنا اين? تعال نشوف ما راح اللي انقسام فين باسم الدا? اهي. اهي. ادى امهات المني. تمام? هتبدأ تنقسم عندي وتديني خلايا منوية اولية. مباشرة انقلية منوية ثانوية. دي احدة المجمع الكرموسومية. تمام? طيب وتجي لان ده اول مرحلة من الانقسام. فالناتج منها لالخلية المنوية الثانوية نون. تمام? طراء المني عندي نون. حانوية المنوية نون. فيبقى عندنا. هل كلها فيها ثنائية مجمع الكرموسومية? طبعا لا. طيب بالنسبة للتركيب سين. التركيب سين هو الوحدة البنائية والوظيفية للخصية. يعني هو اللي بيكون الخصية. ايما احنا جبنا لك الصورة. بذلك فيديوهات الشرح. لو انت بيتابع معنا الشرح. كنا احنا جبنا تركيب الخصية. وشفنا ان الخصية بتاعتنا بيكون فيها مجمعة من الفصوص عددهم تنفص. جوة جوة كل فص منهم مبين ربعمية الى ستمية نايبيبة يعني ال аккуنة الصغيرة دي يا شباب داخل كل فص من الخصوص ديتي مبين ربعمية الى ستميت على يا سيدي اهي. عندنا داخل الخصية متنفص. جوة كل فص منهمcko بين ربعمية الى ستميت نايبيبة. طب واحد حبيبنا يعني مش قادر يستوى بالموضوع تعالى يا سيدي بالرح. عارف البرتقال? ايوة مش بيكون من فصوص. حالو. فيه كم فص في البرتقال? هتقولي تمانية مسلا تمانية يا سيدي حالو. الخصية بتاعتك عمنا زي البرتقال فيها فصوص. كم فص فيها? فهمتين فص. طيب الفص بتاع البرتقال لما تفتحه مش بتلاقي فيه كياس زغيرة مع بياس سائل بتاع البرتقال? ايوة اهو نفس الشيء. احنا عندنا اونيبيبات زغيرة عددهم داخل كل فص من الفصوص ما بين ربعمية الى ستمية فص. اه بين ربعمية الى ستمية نايبيبة. تمام? هي دي بقى الوحدات اللي بتكون منها الخصية. هي دي اللي بتنتج عندنا الحيوانات المنوية. وفي نفس الوقت بتصنع بين النيبيبات الهرمونات. فبالتالي يلاقي التركيب سين هو الواحدة البنية ووظيفية الخصية دي تمشي معنا. بس نشوف اللي بعدها. هزي الخصية لشخص غير بالغ. ايه السبب يعني? مفيش حيوانات منوية? لا في حيوانات منوية. مفيش حيوانات منوية مثلا اه 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 او لغ طفل. الادس لم ينضج وبالتالي لم يتم في تاكون الحيوانات المنوية. لكن طالما شايف حيوانات منوية بقى شخصي بقى. التركيب سين يعتبر غضة سماء فين سين? لأ احنا من نتبره ككل على بعضه? لأ. ماشي عندنا غضة قنوية فيه. على حسب منهجنا بس ان احنا عندنا سير طولي غضة بتفرس داخل القناة اللي هي داخل او نيبيبها نفسها. لكن لو كان مشاور لي هنا على التركيب ده اه كنت اعتبر غضة سماء. تمام? اللي هي خلال او الخلال خلالية او الخلال بينيه. فبالتالي احنا عندنا بس بقى هي اللي تمشي معنا هي شباب. نيجي مع بعض الشكل التالي وضع كطعم في الخصية حالو. واحد امهات خلال تمام. وده خلية منوية اولية. واربعة خلية منوية ثانوية ولا سير طولي. بتهالي سير طولي ده. يعني السهم ده شكله السر طول. الخلال اللي ہاتت عمل على حماية الحيوانات تمامية خلاص لسه يللنا حالا لي خلال مين? خلاية سير طولي الية رقم اربعة. نيجي مع بعض بالنسبة لي رقم خمستاشر. غياب خلال سير طولي من خصية. اه عقم نتيجة عدم تكوين الحيوانات تمامية. هيبえ عندنا عقم نتيجة عدم تكوين الحيوانات تمامية. عقم نتيجة dass صحيحة? اللي توجد اجابة صحيح. طيب واحدة واحدة كده الشباب. ايه وظيفة خلايا سرتولي. نرجع تاني كده خلايا سرتولي. يا سرتولي كنت بتعمل ايه? قال لك والله انا عنده وظيف كتيرة. ايه الوظيفة اللي بتعملها? قال لك انا بحمي وغزي الحيانات المنوية. حماية وتغزية الحيانات المنوية. طبعا عرفنا الحماية انه ما بوصلش اي مواد ضر لها بوصلها محلول سكري او غزاء سكري. تمام? طيب. نجي بقى مع بعض عندنا بالنسبة ليه خلايا سرتولي الموجودة. عرفنا ان هي موجودة. طيب هل عدم موجودة هيمنع تكون الحيانات المنوية? ملاحيش تعه. احنا عندنا دلوقت بالنسبة ليه الامهات الماني هي اللي هتنقسم الانقسام الميوزي بتدينها طلقة الماني وبعد كالحيانات المنوية. هل لا عليك بالسرتولي? لا الحيان الماني تتكون. لكن خلال وجوده في الايبيبات عايز يتغزى عايز ينمو. تمام? عايز يقدر يعيش لحد ما يخرج خارج الجسم. فخلايا سرتولي هي مسؤولة عن تغزيته. مهيش موجودة. اه يبقى تتكون الحيانات المنوية لكن تموت لحدة تغزيتها. يبقى احنا دلوقت نجي نقول مع بعض وقم نتيجة عدم تكون? لا ما فيش عدم تكون. هيتكون. عقم نتيجة موت اه موت نتيجة عدم التغزية. ايوة دي تمشي معاني. تمام? القولة والثانية صحيحة لحنا رفضنا القولة ما تصلاحش ولا توجد اجابة يبقى لا يبقى احنا عندنا اللي اجابة اللي هي عقم بس. نجي نشوف مع بعض يا شباب بالنسبة الرقم ستاشر. المخطط التالي يوضح بقدر عملية المساهمة في تكمن السائل المنوي. طبعا اله ده هيرمون. راح انسيك صاد بدأ افرز هيرمون التستسترون اللي راح على تركيبات عين ولام. كونه السائل المنوي. تمام? وعندنا راح هنا آآ هيرمون تانس مسين. تمام? راح الامشاج النضيجة. اه راح خلاج رسومية خلتنا خلاج رسومية امية يعني. تمام? او امهات المن. خلاج رسومية امية اللي هتوقن وبعدك هتدينا امهات المنية. ماشي. انقسمت عندنا وديتنا امشاك. حالو. والنسيج واو. يعني حالو للمخطط ده. تب تعالوا كده واحدة واحدة. هيرمون اللي احنا عرفنا اللي اللي بيأثر عندنا لسه الها لكم من شوية في سؤال فات. او عندنا خلاجة او الخلاجة الخلالية او الخلاجة البينية. هي ده الخلاجة اللي بيجي لها هيرمون اللي عشان تفرز هيرمون التستسترون. حالو. ده افرز التستسترون. يبقى احنا كده عارفنا مع بعض ان الناسيج صاد ده اللي هو الخلاجة الخلالية او البينية. حالو. افرز التستسترون. راحت على عين ولام وده طبعا دول طالما بفرزه السائل المنوي. يبقى احنا كده بنتكلم عن الغضض الملحقة بالجهاز التنسلي. تمام? وغالبا هي الحويصلة المنوية. تمام? وكوبر هم دول الاساس عندي. طيب ممكن يكون معامل بروستاتا. اعد بروستاتا معامل برضو بيشتركوا تلاتة في افراز السائل القلوي. تمام? لكن الحويصلة المنوية بتفرز السائل مغزي فترة الانتظار للحيوانات المنوية داخل الحويصلة. طيب عندنا هيرمون سين. ده هيدينا امشاج اي خلي الخلايا تتحول الى امشاج ناضجة. تمام? الهيرمون سين. تمام? هيروح عندنا على الخلايا الجرسومية ينشطها عشان تكون الامشاج. طبعا الهيرمون عشان خلي خلية تنقسم وتدينا امشاج. سواء كنت بتكلم عن انسة او الذكر لاتنين نفس الفكرة. خلية برثومية امية هتدينا امهات المني او امهات البيض وبعد كنت تدينا الامشاج بتاعيتنا سواء اه بويضة او خلية بيضية او اه يعني هي عندنا خلية بيضية ثانوية زي ما احنا شوفنا في عويسال الجراف اللي بتخرج من المبيض. تمام? او حيوانات منوية. فهف جميعهم خلاص. طب جاي بيقول اي العبارات الاتية غير صحيحة? التركيب عين ولام غدر قنوية. يعني ولام غدر قنوية ده صح. الناسج صاد واو صاد حلو اللي هو خلالية بيضية. وواو يوجدان داخل نفس العضو. صاد واو. طيب صاد واعرفنا اللي هي الخلالية. الخلالية حلو. تمام? وبتكلم عن مين? بتكلم هنا عن ان يبيبعت نفسها تمام? عن اللي بحصل داخل اللي بيبعت حلو. طيب جاي يقول صاد واو. يوجدان داخل نفس العضو. ماشي تمشي معانا دي. يعني حيط الباقة دي تمشي. بس نشوف برضو عندنا الباقي. طيب الهرمون سين يفرز من الفصل اكبر لغدر النخمية. سين طبعا عندنا وصاد لاتنين. بيفرزه من الفصل امام لغدر النخمية بقى من الفصل اكبر دي تمشي معانا. تمام? طيب يؤكد المخاطط ان التستسترون هيرمون متخصص. طيب هنا بيقول ان التستسترون هيرمون متخصص يعني رحلة اعضاء محددة اشتغل عليه. ده الكلام ده عندنا صحيح. تمام? طيب لكن هو عندنا عايز الغير صحيح. عايز الغير صحيح. تاني كده عايز الغير ايه? صحيح. طب واحدة واحدة. نقول من تاني. عين ولم غدر قنوية. عين ولم غدر قنوية فده صح ما يمشيش معانا. صاد واو يوجدان داخل نفس العوة. صاد ماشي خلال بينيه. النسج واو. تمام خلاج رسومية. طيب بدينا امشاج. والنسج واو. ولا خلاج رسومية واو. النسج. ما المكسوب بالنسج واو. هل بيقصد اللي بيبات نفسها يعني? طيب خلينا بدي. الهيرمون سين يفرز مفصل اكبر لغدر نخمية. سين يفرز مفصل اكبر لغدر نخمية. سين. سين عندنا دي بيروح ينشط ده الاف اس اتش. ماشي? الاف اس اتش عندنا بفرز منفصل امان. صح ولا غلط? صح. يبقى منفصل اكبر ولا من اصغر منفصل اكبر. فعندنا سين صح. يبقى احنا عندنا صح ما تمشيش دي. تمام? وسين واو بلتنين نفس العضو برضو. ما تمشيش معانا? ما سد واو 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 نحن واو وعندنا داخل نفس العضو. يعني عندنا حتى لو احنا اه واو مش واضح معي او مين الناسج واو. بس يعني احنا افترضنا ان هو هتبقى الخصيا عندنا. تمام? او حاجة جو najкоية اي ان كان. راح للخلائة جرسمية وطبعا لخلائة جرسمية عندنا موجودة لخصية. تمام? فيبقى واو عندنا لخصية. وصد؟ تمام صاد عندنا برضو موجودة دون تركيبات الخاصية فدول كلهم عندي صح. ماشي كده انا مش تلاقي اجابة خلص للمعضوضة يا شباب. السؤال برضو في مشكلة معي. اشتركوا في القناة